صراعات مشتعلة وأحداث متلاحقة جعلت العالم على صفيح ساخن وبينما تسعى أوروبا لاختيار برلمانها الجديد في السادس من يونيو الجاري وجدت أن مصير نجاتها في يد ثلاث نساء أورسولا فوندولاين رئيسة المفوضية الأوروبية وجورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا ومارين لوبان الشعبوية الفرنسية الرائدة داللاين تسعى لنيل ولاية ثانية في منصبها لذا تحتاج إلى دعم قادة الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين بالإضافة إلى أغلبية أعضاء البرلمان الأوروبي المقبل والبالغ عددهم سبعمائة وعشرين عضوا ومن المتوقع أن تحضى داللاين بدعم التجمعات المحافظة والليبرالية والاشتراكية إلا أن تلك التجمعات لا يتوقع لها النجاح سوى بأغلبية ضئيلة من المقاعد على الناحية الأخرى ميلوني متوقع لها وحزبها إخوة إيطاليا تحقيق نتائج جيدة في الانتخابات لكن البعض يرى ضرورة استبعادها من عملية صنع القرار الأوروبي بسبب توجهاتها اليمينية المتشددة وعلى نفس الشاكلة تأتي مارين لوبان صاحبة التاريخ الطويل من معادات المهاجرين وكراهية الأجانب ولكن ذلك لم يقل التوقعات تحقيق حزبها التجمع الوطني أداء جيدا في الانتخابات الأوروبية أيضا ترجمة نانسي قنقر